مصر الأمنية بتزداد نظراً للموقف في المنطقة هل هذا التلميح بترى وقاعي في ضوء ما تشهدوا العلاقات المصرية الأمريكية الآن؟ هو مخطط طبعاً زي ما حك تعلم لزيادة المساعدات طبعاً إحنا الثاني دولة بناخد مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلم بعد إسرائيل وبالتالي برنامج المساعدات يربع على مليار و300 مليون دولار في رقم كبير يعني هو مختص بجزء الشراكة العسكرية والاستراتيجية لكن إحنا كان لنا متطلبات بزيادة المساعدات خارج هذا البرنامج متطلبة لمواجهة التحديات والمخاطر بنواجهها في سينيا وده مترجم في إجراءات من المفترض الولايات المتحدة الأمريكية تترجمه في إطار العلاقات المصرية الأمريكية إحنا كان لنا طبعاً وقفات مع الولايات المتحدة طوال سنين ما بعد الثورة الأولى والثانية بعد 25 يناير و30 يونيا مرتبط بحكتين أولاً متطلبات حضرتك الأمنية والاستراتيجية كانت بتترجم ليست في صفقات أباتشي وسواريخ وكلام اللي حدقت علامه في منظومة العلاقات لكن كان متطلبات أمنية مباشرة للاستجابة لما تكون به مصر من مواجهات الوفد أكد على أن مصر بتواجه تحديات ومخاطر وبالفعل هناك جلسات إنصات والسماع هم حتى قبل ما يأتوا إلى القاهرة حاولوا ينقلوها أنه لابد من دعم مصر ومحاولة تقديم كل المساعدات للدورة المصرية من المفترض أن يترجم دوست الشادي بعد أن يعودوا بيجلسوا جلسات إنصات واستماع وينقلوا ما توصلوا إليه من اللقاءات في مصر سواء على مستوى وزارة الدفاع أو مستوى اللقاءات التي تمت مع السيد الرئيس وغيره لكن خلينا أقول فيه نقطة مهمة أوي هي القضية ليست في برنامج المساعدات لأنه فيه جزء منه المساعدات العسكرية وده أمر مهمة أوي لأنه فيه ارتباطات هيكلية ما بين المؤسسة العسكرية المصرية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيه حرص مشترك وفيه طيار الجمهوري زي ما ذكرنا داعم لعملية دعم مصر بكل السور وفيه تحرقات إيجابية يعني ترجمت في كثير من المواقف للأمانة وهم مؤيدين للنموذج وقالوا إدوا لمصر فترة كبيرة يعني تستقر وحتشهد مصر تحول حقيقي وديمقراطي وسياسي يعني هذا هو التقييم الذي لم يتغير داخل الولايات المتحدة الأمريكية فيه طيار بتعبن عن وزارة الدفاع والإستقرارات العسكرية منذ سنوات يعني الـ CIA والوزارة الخارجية وأيضا هذا الطيار موجود في الكونجرس في لجان معينة وعرصة لجنة قوات المسلحة فبالتالي كل دا مترجم إلى دعم الحالة المصرية لكن فيه جزء منه مرتبط بقى ببعض التحفزات حول دول في المنطقة يعني تتكلم على إسرائيل إسرائيل أكبر طبعا دولة مانحة وأخذت قائمة تحفزية بعد التطورات الأخيرة في الملف الإيراني وبعد طبعا الحوار الرزيدار والاستراتيجي بين البلدين حول قائمة تحفزية كاملة ببرنامج مساعدات إحنا يهمنا حاجتين من هذا إحنا عندنا حوار استراتيجي بيجرى في واشنطن وبيجرى في القاهرة تم إجراء لقاء فيه في زيارة خاطفة في المرة القادمة فيه ترتبات طبعا لاستعناف الحوار استراتيجي إحنا يهمنا ويهمهم حاجتين أولا لابد أن تستأنف المناورات المعطلة في مناورات النجم الساطة البعض يرى الولايات المتحدة الأمريكية مجمدها عشان كده إحنا لجأنا إلى مناورات عديدة مع روسيا ومع دول أخرى فبالتالي القضية أن مصر تملك بدائل كثيرة ده يعني يتعب الولايات المتحدة الأمريكية يتعبها في كثير من الأمور يعني دعك من الكلمات السناء والإطراء لأنهم لديهم مخاوف من الصفقات الأسلحة التي أجرتها الدولة المصرية يعني صفقات السلاح نقلت رسال الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هذا البلد يستطيع أن يتحرك ويتحرك لمصالح وحسابات وتقديرات خاصة به وبالتالي جملة مقامت به مصر طوال السنوات الماضية أكد على أن مصر تستطيع أن تبني علاقات على مستوى الندي المباشرة مع العالم مع فرنسا مع روسيا مع الصين وأنه كانت هناك مخاوف حقيقية يعني نقشت في الكونجرس وفي لجانه أن إذا تركتوا بمصر بهذه الصورة فهذا دولة كبيرة دولة محورية دولة تحتل مكان في السجارة الأمريكية ولكن مصر قالت مرارا أن هذا التنوع يعني ليس له علاقة بالعلاقات المصرية الأمريكية بالتأكيد يعني هو أنت قائم يعني دائما السيد الرئيس يقول الندية في العلاقات يتكلم على التوازن في العلاقات وفي رسالة إيجابية من الدولة المصرية للولايات المتحدة وبالتالي كان في حرص مستمر على هذا أنا أتوقع في الفترة المقبلة هيبقى فيه استئناف للحوار السراتيج والسراتيج هيبقى ده مهمة أوي ناس تفهم ده جزئية تانية هو المناورات النجم السطع اللي كانت تم تجمدها يتم استئنافها في جزء من ده بقى برنامج المساعدات العسكرية المخطط ليه داخل الدولات المتحدة الأمريكية هم متفاهمين المطالب المصرية أعتقد أنه بقى أحد النواب التقم مع وزير الدفاع المصري وجدارة حوارات واتصالات حوالين هذا الموضوع في أفكار خلاقة ربما تطرح في الفترة المقبلة في جزء بقى منه مرتبط بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أنه في جزء من استقرار هذا البلد استقرار للشرق الأوسط بأكمله عشان كل التصريحات الإيجابية أنه لا تتركه مصر بمفردها في مواجهة الإرهاب في استراتيجية مشتركة طبعا لمواجهة تنظيمات الإرهابية لكن كان من ذكاء الدولة المصرية أنها تقول أمرين إحنا لا نصنف تنظيمات الإرهاب وساش شادي بنقول كل تنظيمات الإرهابية لشان ما حدش يقول لنا تنظيم دون آخر الأمر الثاني أن الاستراتيجية الإرهاب ليست استراتيجية أمنية فقط فيه اقتصادية ومجتمعية واقتصادية وده كان حرص الوفد المصري على هاسم خلينا أقول برضو في نقطة يعني تمثل لنا برضو ملف مفتوح على مصرعي لكثير من السيناريوهات وهو ملف مؤسسات المجتمع المدني لأن دينه قشت بصورة أو بأخرى في الزيارة يعني الزيارة لم تكن بعضها استكشافي لنمط العلاقات هم جايين يستكشفه ماذا بعد أن فتح الملف مرة أخرى ملف تفتح في مارس الماضي وبالتالي هم لديهم قلق من هذا خلينا أقوله وفيه جزئية مهمة أوي إحنا ننظر الموضوع لأنه أمر داخلي وشأن داخلي ومن حق الدولة المصرية أن تتعامل معه بهذا المعيان الولايات المتحدة الأمريكية فيه سيل من التقارير العدائية لمصر تصدر من بعض جهات مختلفة مش وزاعة خارجية بالمناسبة بس بنائش قضية الحق والحريات وده بيحدث في أي دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة نفسها يعني هم لدينا نحن تحفظات على نمط قضايا الحق والحريات في الولايات المتحدة الأمريكية نفسه وهذا ما نقل للوفد أنه هذه قضية لها ارتباط بالأمن القوم الداخلي في ضوابط في معايير للتعامل إذا تعاملنا بها بصورة من الشفافية لن تكون هناك مشكلة وبالتالي هي قضية شأن داخلي لكنها طرحت بصورة أو بأخرى كانت هناك تطمينات معينة أن احنا بننزل هذا الموضوع وفق الحسابات مصرية وتقييمات مصرية أنا عايزة أقول لحضرتك برضو دي نقطة غاية في الأهمية مصر تجوزت مرحلة أنها تمنح جهادة حسن سير وسلوك من أحد يعني همونة المتحدة الأمريكية ولا من غير لأنه إحنا الذين العالم عادة لمصر في موضوع استئناف العلاقات بهذه الصورة وأن العالم اليوم يرى مصر دولة محورية كبيرة في مجلس الأمن كعضو غير دائم فبالتالي شهادات حسن السير والسلوك تجوزتها الدولة المصرية وبالتالي لازين يظنوا أنه ممكن أن تتحدى أو غيرها تقف مع منظمات هنا أو هناك أو هناك تحدد معيار التدخل أو غيره أعتقد أن الدولة المصرية تجوزت هذا الوفد من الكونجرس الأمريكي اللي زار مصر في قلوية دكتور طارق هناك حضرك قلت أن هناك مؤسسات تتحكم في القرار الأمريكي من ضمنها الكونجرس لكن أيضا هناك الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي لا يتحمس كثيرا إلى ما يجري في مصر هذا الشد والجذب بين الكونجرس الأمريكي والإدارة الأمريكية هيوصلنا لإيه؟ وكيف تدير مصر العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية هناك؟ شوف ساشا دي هو قدية الأمر أنت أمام إدارة قدامها 8 شهور تقريباً وأسبوعين فماضية هل ده معناه أن حضرك تغلق الباب أمام أي لقاء مع هذه الإدارة أو تتعامل معها لحين خروجها وتعتمد على الطائرات اللي حضرتك أشرت وتكرمت بيها سواء من طيار الحزب الجمهوري أو بعض الشخصات الدعمة لمصر أنا عايز أقول لحضرتك زي ما قلنا أن فيه أربع طائرات بتحكم نمط العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين مصر لكن فيه نقطة مهمة قوي أنه الأمور تمضي لصالح الحالة المصرية أو التطور السياسي والديمقراطي حضرتك فيه مجموعات دلوقتي في الكونجرس ما مجموعات أصدقاء مصر في الكونجرس وبالتالي فيه لوبيا تشكل الآن هتقول لي تأثيره إيه؟ تأثيره إيجابي لأنه زي ما قالوا أعضاء الوفد اللي هما ظهروا مصر قالوا نقطة مهمة قوي أنتوا تتعاملوا مع كونجرس تتعاملوا مع أسسات مش مع رئيس أو مع إدارة فقط يعني التالي فيه مساحة كبيرة للمنورة المصرية والتكتيك المصري تجاه مؤسسات صنع الكار في الولايات المتحدة الأمريكية عشان كده وأنت حضرتك بتتكلم يجب أن أستغل بقى هذه المساحة بتوظف ده لمصلحتك أنت كان عندك وفود جات مصر قبل كده وفود أمريكية من أصول إفريقية بعدها جاء في 2013 وبعدها جاء في 2014 كانوا بيتعرفوا على ما قالت إليه الحالة المصرية هم بيعملوا جلسات السماع وإنصاط لأنه بيرجعوا إلى الكونجرس يتكلموا فيه أنه التحول الديمقراطي والسياسي يوصل إلى إيه إحنا مصر أنجزت كسير من الأمور بدليل أنك اليوم في مجلس الأمن أنك دورك يتم استحضاره في كل قضايا الإقليم النهاردة دور الدولة المصرية يتم استحضاره في أغلبية قضايا الإقليم بسرعة أو بخرى ومصر بتعيد تقديم أوراق اعتمادها للعالم بسرعة إيجابية الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أنه مصر في هذه الحالة تتحول من جونها دولة كبيرة محورية في الشرق الأوسط إلى دولة نموذج في مسافة كبيرة أو بندات دولة نموذج اللي أنت تقدر حضرتك تيه يكون لك دور في كل قضايا الإقليم وبتغدم الاستراتيجات الدولية الولايات المتحدة الأمريكية همها أن مصر تستقر في جزء منه متطلبات أمنية أمريكية أمن إسرائيل أولا وأخيرا أنت لديك معاهدة سلام بينك وبين إسرائيل معاهدة مستقرة آمنة مستمرة بقالة أكثر من 38 عاما جزء من ده أنك بتحارب إرهاب يهدد كل المنطقة ليس دولة واحدة هم يدركون جيدا أن مصر تحارب في سيناء إرهابا منظم بصورة كبيرة عشان كده عضاء الوفد بيتكلموا أنه مصر تحارب للقضاء على تنظيم تنظمات إرهابية وليس احتواءها أو التعامل معها لأنه في حالات في المنطقة هم أشاروا إليها التعامل مع تنظيم داعش والتنظمات الأخرى في المنطقة أنا عايز أشير نقطة مهمة أول وفد قبل أن يأتي إلى مصر كان في السعودية يريد أن يتعرف على ما جرى في المنطقة مصر انت واقف كحائط صد أمام هذه التنظيمات الإرهابية عشان كده مصر بتقول أن احنا حطين استراتيجية أمنية اقتصادية مجتمعية حرب طويلة بنقوم بيها نيابة عن القوى الدولية والإقلامية مصر تستطيع بقى أن توظف كل ده مع الأطراف الداخل مؤسسة صنع القرار الأمريكي أنت لديك طيار جمهوري دعم لمصر وحيستمر مع حضرتك مع الإدارة الأمريكية الجديدة عندك مجموعات أصدقاء مصر مختلفة اللي أنت تقدر تبني عليها علاقات عندك مؤسسات جديدة في نمط العلاقات المصر الأمريكية حتى في مصر يعني الوفد حتى طوال موجوده في 48 ساعة اللي كان موجود في مصر زار بعض المشروعات اللي عملها مشروع اللي هو صندوق المشروع المشترك المصر الأمريكي بهدف أن يقول أنه الزيارة ليست استراتيجية أو عسكرية فقط في جزء منها اقتصادي تنموي في حرص على أفكار خلاقة حتناقش مع الإدارة الأمريكية الجديدة ومع الحوار السراتيجي بين القاهرة وواشنطن خاص بتطوير العلاقات الاقتصادية والسراتيجية هل أصدقاء مصر داخل الكونجرس الأمريكي فقط من الجمهورين؟ لا في مجموعات أيضا من الديمقراطيين مش كلهم جمهوريين وفي مراكز بحوث ودرسات يعني رأي الإدارة الأمريكية ليس رأي الديمقراطيين كلها؟ لا لا مش رأي الديمقراطيين الصورة مغلوطة على أنه الولايات المتحدة كإدارة تتبنى مواقف مش عايزة أقول عديلة أن تجاوزنا هذا يعني هو في حرص مباشر على التعامل مع الحالة المصرية وفي ضغوط على الرئيس أوباما طوال آخر ثلاث شهور تقريبا أنك لابد أن تنفتح على الحالة المصرية وأن يكون هناك دعم للحالة المصرية لأن في مراحل معينة الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تناكف مصر فبالتالي كان مثلا كل جولات جون كيري الخاصة بقضية الشرق الأوسط 23 جولة كان بتحرك مع الأردن والسعودية ودول الخليج ما تحركش مع مصر وفي النهاية فشلت المفاوضات حينما تحركوا مع إيران وأنجزوا الاتفاق ففجأوا لابد أن يكون هناك فراغ في المنطقة فراغ استراتيجي في المنطقة السعودية أمام إيران لاعتبارات كثيرة ووفق المهددات التي تراها إسرائيل وتراها السعودية وتراها دول الخليجية قادمة من إيران مصر لا ترى في هذا مصر ترى حساباتها وترتيباتها أنها دولة كبيرة في المنطقة عشان كده إعادة ترتيب وهيكلة المنطقة لحسابات معينة بيتم وفق حسابات معينة ووفق المتطلبات الأمنية الأمريكية لن يعتمدوا في المنطقة إلا على قوة كبيرة ومصر دولة كبيرة تزن في المنظومة الدولية وعايز أقول لحضرتك ربما يكون سعي هذه الإدارة إلى الانفتاح على مصر في العمر المتبقي منه من عمر هذه الإدارة الأمرين أن مصر يمكن أن تؤدي دور في قضية السلام في الشرق الأوسط وفي تسويت الملف السوري ملف السوري سينقل بطبيعة الحال بعد كل المفاوضات التي جرت في جنيف إلى الأمم المتحدة للتجديد لقرار مبعوث الأمم لبداية حوارات جديدة فالدولة المؤهلة لاعتبرات أنها دولة عربية ومن مجلس الأمن هتبقى مصر أيضا هيبقى في حركة تجاه جمع الدولة العربية مع أمين عام جديد يتولى فبالتالي حيعاد طرح الدور العربي في قضايا الإقليم سواء في الملف اليمني في الملف السوري في قضية الشرق الأوسط الولايات المتحدة الأمريكية غير صحيح البعض يرى أنها تتجه إلى جنوب شرق أسيا وتترك الشرق الأوسط وأن رؤية أو عقيدة أوباما اللي أعلانها مؤخرا معناها أنه يترك الشرق الأوسط هم لن يتركوا الشرق الأوسط لاعتبرات كاسية لكن هم يسقوا أن هناك دولتين كبيرتين مصر والسعودية تستطيع أن تزن ما يسمى الحسابات والتقديرات الدولية أعتقد حيبقى فيرهان أمريكي على الدولتين دولة في المرحلة المقبلة طيب طبعا نحن القادم عن العلاقات بين مصر والسعودية في ظل زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر ويعني نغطينا الحياة جوانب كثيرة جدا فيما يتعلق بمستقبل العلاقات المصرية الأمريكية في ظل زيارة وفد الكونجرس الأمريكي بالتأكيد لهذا الموضوع بقية وأيضا تفاصيل أخرى ننقشها معك في حوارات أخرى دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جماعة القاهرة شكرا جزيلا لحضورك شكرا لحضورك مشاهدينا الحوار القادم عن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية ومحبة متوارثة عبر الأجيال هكذا ترسم الزيارة المرتقبة لخدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر دورة جديدة في تلك العلاقات خاصة على الصعيد الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر